وارجعنا لكم مرة تانية على هواء مباشرة ومكملين معاكم نهارك سعيد ومرة تانية بصبع على كل سادة المشاهدين وصبع على محمد صبع الخير يا محمد صبع الخير ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام نبدأ سريعا ومن جديدة المصر اليوم الشاطر يقسم السلفين الأهرام الصفحة الأولى الإخوان يفوضون أبو إسماعيل لتنازل مقابل منصب نائب الرئيس الأخبار الصفحة الأولى فضيحة سياسية تكشفها ابنة الشاطر المصر اليوم الصفحة الأولى التأسيسية تواجه عواصف الرفض بانتخاب لجان كتابة الدستور اليوم الأخبار الصفحة الثالثة الاستفتاء على الدستور بعد شهرين الأخبار الصفحة الأولى مليونيات دستور لكل المصريين بعد غد الشروق الصفحة الأولى البرلمان يتغاد عن نقشة ميت استجواب لتفادي سحب الثقة واغضاب العسكري المصر اليوم الصفحة الأولى وزير المالية إجراءات استعادة الأموال المنهوبة معقدة واللي اتهرب اتهرب وخلاص صفحة الأولى الأخبار زف بلدي أمام اللجنة الرئاسية للمطربة المحتمل سعد الصغير عجباني أول المطربة المحتمل سعد الصغير طيب يلا نبدأ على طول من جريدة المصر يوم الصفحة الأولى ومهندس خارة الشاطر يقسم السلفين جمعات الإخوان المسلمين الحقيقة تتصدر المشهد السياسي والمشهد الإعلامي بقلنا دلوقتي أكتر من شهرين الجماعة بتتصدر المشهد سواء بفكرة الأكثرية البرلمانية لما تكلمنا عن مصطلح الرئيس التوافقي كانت الجماعة حاضرة بشدة في هذا الأمر لما تكلمنا على الحكومة الإقتلافية اللي كان يفترض أن يكون رئيسها هو المهندس خارة الشاطر كان برضو جمعات الإخوان المسلمين حاضرة عندما تحدثنا عن الجماعات الأساسية للدستور فكانت جماعة الإخوان المسلمين حاضرة ومن هنا وصلنا في النهاية إلى فكرة الدفع بمرشح رئاسي إذن نحن أمام حالة من حالات الاستحواز على المشهد العام في مصر وده مش كلامي ده كلام كل الأطياف والقوة السياسية وعكس الكلام اللي كان بيقوله المشاركة للمغالبة يعني لو رجعنا بالذاكرة أصلاً لو وصلنا عند 25 يناير حنلاقي إن إحنا مش مع المظاهرات يوم 28 إحنا مع الثورة يعني طول الوقت كده كان في حاجات محمد محمود دي ناس بتاخد رامضول وناس مش عارف إيه بعد كده إحنا بنطلب حول الشهداء إحنا بندعم حكومة الجنزولي إحنا بنسحب الثقة من حكومة الجنزولي يعني طول الوقت مش هندعم حد للرئاسة وعلى أساسه تم فصل الدكتور عبد المانا مبالفوتوح مش هندعم مش هندعم والكلام ده كان على لسان المهندس خارة الشاطر إن الجماعة لن تدفع بمرشح للرئاسة وإن إحنا قعدنا ودرسنا ولاقينا إن إحنا مش هندفع بمرشح للرئاسة من الجماعة وإن إحنا هننتظر لحين إغلاق بابل ترشح علشان نعلن إحنا هندعم مين من المرشحين ولكن إذا بالجماعة تدفع مرشح للرئاسة في هذا قيل أمور كثيرة جدا قيل أن هناك أو كانت هناك صفقة ما بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بشأن دعم مرشح توفقي وقيل إنه السيد منصور حسن الذي أعلن مؤخرا انسحابه من سباق الترشح وقيل أيضا أن السبب في هذا الانسحاب يتعلق بهذه الصفقة بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد نائبين للرئيس الجمهورية من الجماعة بالإضافة إلى عشر وزارات سيادية وأن هذا الأمر تسبب في أزمة ماء نتج عنها أن السيد منصور حسن قرر الانسحاب من سباق الترشح فالجماعة من هنا قامت لا لا خلاص بقى في الحالة دي لا ده نخش نحن بقى بالمرشح يعني نحن بشعزين المرشح ده نخش نحن بمرشح فكان خيرة الشاطر داخل جماعة الإخوان المسلمين كان هناك طيارين أحدهم يدعم فكرة أن يكون مرشح من الجماعة وأن يكون مهندس خيرة الشاطر وطرف آخر بيرى أن ده يمثل انتحار سياسي للجماعة وأنه هيضعف من وضعها في أمام الرأي العام يعني ده فعلا فيه انقسامات داخل جماعة الإخوان المسلمين وسمعنا كمان أن فيه وده مقود والشباب ده غير الشباب يعني فيه صراعين داخل جماعة الإخوان المسلمين صراع يتعلق بالقيادات بينها وبين بعضها وصراع يتعلق بالشباب والقيادات دلوقتي طيب أمام المصريين جميعا نحن دلوقتي بقينا أمام مجموعة من المرشحين الإسلاميين الدكتور محمد سليم العوة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والمهندس خيرة الشاطر وأمامنا مجموعة من المرشحين الليبراليين من ضمنهم مثلا حمدين صواحي من ضمنهم خالد عيوة وآخرين وعندنا مجموعة من المرشحين اللي هم البعض بيحسبهم على النظام السابق هي دي الخيارات المتاحة دلوقتي أمامنا هم دول الثلاث خيارات المتاحة أمامنا ده صحيح والبعض بيرى أن الدفع بالمرشحين الإسلاميين بيدفعنا في النهاية إلى اختيار رئيس من فلول النظام السابق ده صحيح ولكن في الكواليس أيضا بيتم الإعداد إلى أحد رموز النظام السابق تمام وبيتم تجهيز توكيلات بشكل كبير جدا له في الفترة الماضية وربما يعلن يخلطوا على البيوت دلوقتي وربما يعلن عن ترشحه في خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي الحملة بتاعته بتقول إن إحنا بنجبره على الترشح وإن هو بيرفض الترشح ولكن هنشوف ده هيوصل لفين هل يخرج من وسط كل الأزمات اللي إحنا مودين فيها دلوقتي ويعود مرة أخرى للظهور على الساحة الدكتور محمد البردعي هل ده ممكن يحصل وده ممكن يغير شوية من المشهد ومن اللعبة كلها ولا هل إحنا بيتم دفعنا دفعا إلى أن نختار أن يكون الحكم العسكري على سبيل المثال ما كل دي سنرواهات مطروحة لازم نتكلم فيها بكل صراحة خصوصا إن حتى في بعض الأصوات بتنادي على المجلس العسكري بأن لا يتخذ موقفا محايدا تجاه ما يحدث وأن يتدخل لحماية مدنية الدولة وهويتها وبعض الأسماء أو بعض الأقلام تنادي بما هو أبعد من ذلك تنادي بترشيح المشير محمد حسين تنتوي رئيسا للجمهورية كل دي الخيارات والسيناريوهات المتاحة لكن نحن أمام حالة من حالات التخوف هناك تخوف من استحواز جماعة الإخوان المسلمين على المشهد السياسي في مصر هناك أقويل بتثار حول الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وما يصار حول جنسية والدته وأعتقد أن هذا سوف يبت ويحسن في خلال 48 ساعة المقبلة البعض لديه مخاوف يعني تتعلق بالدكتور عبد المنعم فتوحه وراجل أنه كان لها كل احترام والتقدير ولكن أنت الآن الجماعة الإخوان المسلمين لا تدعمك على الإطلاق ولكن ربما إذا وصلت إلى منصب الرئيس ربما تستقر الأمور مرة أخرى بينك وبين الجماعة مرة أخرى يعني فيه أقويل كثيرة جدا 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 ولكن من الذي سوف يحسنها دول الأربع خيارات المتحين الخيار الخامس هو سعد الصغير خلينا نروح للخبر الأخير سعد الصغير يعني بيتكلم في 55 ألف توكيل والموضوع هنا مالوش علاقة أنه إحنا مفقين ولا بنرفض ده يعني هو في النهاية خالص بيمارس أحد حقوقه السياسية السياسية ولا أحد يستطيع أن يمنعه أو ينكر عليه ذلك ولكن دي الخيارات المتاحة ويعني لازم كل واحد بياخد فرصته لو جينا بعد كده على الخبر اللي معنا دي بس كانت زي ما نقول إيه يعني بنحط بس تمهيد كده بصفة عامة الصورة عاملة زي دلوقتي الشاطر بيقسم السلفيين في محاولات لإقناع الشيخ حازم صلاح أبو اسمعيل أنه هو يبقى نائب للمهندس خيارة الشاطر يتنازل له على أن يكون نائبا له ولكن من ناحية أخرى الشيخ حازم صلاح أبو اسمعيل بيرفض تماما هذا الأمر وبيقول أنه لن يتنازل نسمع أنه خرج غاضب جدا من الاجتماع اللي تم ما بينهم وأنه رفض تماما أن يكون نائب بياخد تماما فكرة التنازل أو أن يكون نائب في نفس الوقت في موضوع جنسية والدته ده هيتحسن في خلال 48 ساعة الجيين من ده في خلال 48 ساعة طيب عندي سؤال هل لو تم إسقاط الجنسية عن والدته أو يعني عن والدته أو عن أخته هل ممكن يتقدم للتراشح الرياس ده بفرد صحة الواقعة لو حصل كده بفرد صحة الواقعة أنا مش قادر أتكلم في الجزء القانوني الخاص بيها وأي اللي ممكن يحصل بيها لا عشان بس أنا بستند لده الدكتور عمر حمزاوي اللي ما تنازل عن جنسيته فهل لو تم التنازل عن جنسيته والدته لو طلعت فعلا أن هي معها جرين كارد أمريكاني أو معها ربما أعتقد يبقى هو ده الوضع ولكن التفاصيل القانونية بتاعتها يعني أنا مش عارفها أوي فدلوقتي بقى فيه شيء من الانقسام في الطيار السلفي الدعوة السلفية بتتكلم عن ترشيح حازم صلاح ابو اسماعيل وهو بيؤكد أن هو لن يتنازل حزم النور السلفي بيتكلم على دعم خيرة الشاطر مرشع جماعة الإخوان المسلمين وزي ما قلنا أن كان فيه مفاوضات لإقناع حازم صلاح ابو اسماعيل بالتنازل لصالح خيرة الشاطر على أن يكون نائما له وهو رفض ذلك من ناحية تانية ابنة المهندس خيرة الشاطر خديجة نشرت على موقعها على الفيسبوك وهو ده المنشور في جريدة الأخبار وأنا بس يعني الحقيقة استوقفني بشدة العنوان اللي اخترته جريدة الأخبار وهو فضيحة سياسية تكشفها ابنة الشاطر تفاصيل الخبرين؟ يعني التفاصيل أن خديجة خيرة الشاطر قالت على الفيسبوك أنها والدها يعني ما كانش عايز خالص الموضوع ده وده فعلا قيل كثيرا جدا أنه لم يكن أن يرضى أو يرتضي أو أن ينتوي أن ينتوي ترشح لهذا المنصب ولكن قيل أن جهات سيادية لم يتم تسميتها قالت أنها سوف تطيح بشكل أو بآخر بالشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وبالتالي فالجماعة اضطرت أنها تدفع بالمهندس خيرة الشاطر بافتراض صحة ذلك فأعتقد أن ده يشير إلى أن في أمور طول الوقت بتحصل في الخفاء وأن احنا بعيدين كل البعد عنها وأن احنا محتاجين أشفافية لأن هناك من يقامر على مستقبل هذا الوطن وهذا شيء غير مقبول ولا يجب أبدا لأي فصيل أيا كان أن يستأثر بمستقبل هذا الوطن ده هينقلنا بقى إلى أهم شيء يتعلق بمستقبل هذا الوطن دستور ألا وهو الدستور الجماعات التأسسية للدستور شايفين في الفترة الماضية في عملية استحواز شوية من جماعة الإخوان المسلمين ومعن سحاب كمان بعض القصة سيليبرولية والكنيسة والأزهر تأتي؟ وقيل أن الجماعة أن الناس اللي هتخرج دي إحنا هنجيب مكانها بودلاء يعني فأكيد طبعا أن البودلاء هيكونوا يا إما من جماعة الإخوان المسلمين يا إما من حزب الحرية والعدلة اتبأوا لجماعة الإخوان المسلمين يا إما من الناس المحسوبين فكريا وآدئولوجيا على جماعة الإخوان المسلمين قالوا بعد كده طب بلاش ده إحنا هنعمل هناك زي Bella صفقة ما يمكن نعملها إن في مجموعة من نواب الإخوان المسلمين يتنازلوا أو ينسحبوا من الجمعات الأساسية في مقابل دفع رموز أخرى من خارج الإخوان المسلمين. في كل الأحوال أنا أرى فيما أرى والكلام ده هيفصل فيه القضاء يوم 10 إبريل. أرى فيما أرى أن هذه الجمعية تفتقد إلى الشرعية. وفي الكثيرين يروا هذا الأمر لأنها الأطراف السياسية والأطياف المجتمعية غير ممثلة تمثيل كافي في هذه الجمعية بما في ذلك النوبة على سبيل المثال حليب وشلاتين البدو في سيناء وحتى بعض التواقف الدينية فبالتالي النهاردة اللي هيكتب الدستور هيكتبه وفقاً لرؤيته هو فقط طبعاً وفكرة الأغلبية الموجودة ومش علشان مصلحة البلد كلها وده شيء مرفوض تماماً فالجمعية الأساسية بتواجه مزيد من الرفض ومزيد من الانسحابات حزب الحرية والعدالي بيتحدث عن أن هذه الانسحابات انسحابات إعلامية فقط وأنها غير حقيقية حنشوف النهاردة اللي هيحصل إيه مين اللي لسه باقي في الجماعات الأساسية للدستور الذي يجب أن يكون دستوراً توفقياً توافق عليه جميع قوى وطواقف المجتمع أنا حاسة أنه طيب تمام فيه ناس انسحبت والإخوان المسلمين هنفرضوا بالدستور وبعدين يعني إيه اللي هيحصل؟ أنا حاسة أن هم ماشيين ومحدش بيسمع لهم خلص أو يعني مستمعين لحد تاني يعني والخبر اللي بيقولي بعد كده ده خبر يخد استفتاء على الدستور بعد شهرين والكلام ده ما نشوف الأخبار والتصريحات على لسان صبحي صالح طب ده معناه إيه يعني معناه إيه إحنا مش مشكلة انسح بنته انسح بنته بحسب الحرية والعدالة بيتحدث عن إن خلاص الدستور هيخلص في خلال شهرين وهيتم الاستفتاء عليه كل مرة واحدة مش هنستفتي عليه بشكل مادة مادة بعد كده مليونية الدستور لكل المصري بعد غد يدعوة بتطلقها بعض القوى الوطنية علشان يعني عايزين ينبه إن الدستور ده لازم الجماعة يكون دستور بتاعنا كلنا ولازم سئرة حد يسمع ما هو المشكلة في الاستئثار ده قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو القيادات اللي هي كانت موجودة في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب دكتور إبراهيم الزعفراني دكتور عبدالسطار مليجي وآخرين الحقيقة ودكتور كمال الهلباوي الناس لما بتيجي تتكلم عن الجماعة بتتكلم على فكرة الاستئثار وإن ده يعني بينافي منطق الجماعة ومنهجها على مدار سنوات عديدة وبشكل خطر على الجماعة داتها دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية إذا استمر هذا الوضع هل نشهد في الفترة المقبلة تحركات في الشارع هل تعود أو هل تضخ الدماء من جديد في الثورة المصرية هل نحن على موعد مع موجة ثورية جديدة أعتقد أن ده هتكشف عنه الأيام المقبلة لأن المشهد العام بيشير إلى أن لازم يكون فيه تحرك ما حتى لا ينفرد أحد بتحديد مستقبل هذا الوطن شعب المصري حر وهيختار إن شاء الله يعني أتمنى الواحد عنده ثقة وأمل كبير يعني مصر مش الإخوان المسلمين بس ولا أي فصيل واحد وبرضو أنا برضو هنا بقول إحنا لسنا ضد جماعة الإخوان المسلمين طبعا بس إحنا أكتف كتيرة جدا لأي شخص على الإطلاق ولكن هي الفكرة كلها أن تكون المواقف واضحة في أحد المرات قابلت أحد القيادات في حزب الحرية والعدالة وأحد القيادات في الجماعة الوطنية للتغيير وأحد القيادات في حزب التجمع وقلت لهم بالحرف الواحد أما أنا الأوان أن نعمل لمصلحة هذا الوطن جميعا الكل بيشتغل على مصلحة هذا الوطن ولكن من منظوره الخاص طبعا لكن إحنا محتاجين أن إحنا نجيب كل الأطراف دي وكل وجهات النظر دي علشان نعمل حاجة واحدة بس لمصلحة مصر ومستقبلها وأن نبدأ مثلا بالدستور أن إحنا نعمل دستور توفقي أن إحنا نترك مصالحنا الشخصية ومصالحنا السياسية ومصالحنا الضيقة جدا جانبا إلى أن نحقق مصلحة عامة تتعلق بمستقبل هذا الوطن عارف الكلام دي فكرني من سنة كده مسلا لما كنا بتقول الدستور أولا الدستور أولا ما كناش وصلنا اللي إحنا فيه دلوقتي ما علينا لا هو التوافق واضح أن دلوقتي يبقى المطلوب هو التوافق يعني التوافق أولا أهن بتمنى لأن أنا عندي زيقب المصريين إن إحنا بنيجي في وقت الزنقة وبنتلم فبتمنى إن إحنا وقت الزنقة وبنرح نتلم بسرعة إحنا وقتنا خلص بس أنا عايزة تقول لي بقى خبر سريع كده من الأخبار التي تحب نقفل بيه حاجة منهم ممكن وزير المالية إجراءات استعادة الأمان من هو معقدة واللي تهرب تهرب وخلص من بداية طورة 25 يناير أو بعد تنحي الرئيس للسابق حصن المبارك الحقيقة الحقيقة يعني نرجع مرة أخرى ونقول إن الإعلام وإن كل مؤسسات الدولة لنتو أهل المواطن المصري باستقبال فكرة الثورة وما هي الثورة وإيه الحاجات اللي هتحصل والحاجات الطبيعية جداً اللي هتحصل وبعض السلبيات اللي ممكن تحصل ودورك إيه علشان نقللها أو نتلافاها وكلنا عنا نتكلم في إن كان جمال مبارك معرفش ينام أول ليلة في السجن وإن مش عارف مين طلب ما معدنية من برة وبعدين عنا نتكلم بقى على المليارات اللي هاتيه وخلاص بقى وفي ناس ابتدت تحسب بقى نهي بقى نصيبي كام وحاجات بالشكل وده كان شيء سطحي جداً الحقيقة لأن فيه إجراءات وإجراءات معقدة جداً بتحصل وكل يوم بتدينا ناخد خبر تلوى الآخر ده لسه الفلوس متجمدة ده لسه ما تجمدتش لأ ده لسه فيه وفد رايح لأ ده وفد ما جايش يعني وصلنا إلى تصريح برساني بتقول أنا ما جات ليش أي تصريحات إن فيه أصلاً حد عايز فلوس فوصلنا إلى تصريح للسيد وزير المالية دكتور ممتاز السعيد بيقول إن إجراءات استعادة الأمان من هو معقدة أعتقد أن ده كان لازم يحصل من سنتين مش النهاردة كان يتقالي الكلام ده للناس وليس اليوم واللي تهرب تهرب وخلاص فلما ده يصدر على لسان وزير المالية يبقى عليها العوض صباح الخير بشكرك يا محمد جداً صحب المتميز بجرية الموصل يوم محمد طرعت الهويري بشكرك جداً شكراً مرة تانية وخلينا ننتقل في واصل ونكمل معاكم بقى فكاراتنا وارك سحيح صباح الفل